موسيقى 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 عائلات المعتقل كان كثيرا لل 당عادة مع المعتقليين السياسيين في المغرب بعد ا hunted ي GOD السوال من اذا يا الوقوف معتقلي الرأي من الاعتقال السياسي بشكل عام من أجل نضال من أجل استرجاع فضاءات حرية تعبير وحرية نظيم اللي من حق الجميع واللي كتضمنها المواثق الدولية والوطنية الحق الإنسان بعدها أتبع من أجل تغريدة ومتابع بالقانون الجنائي هاد المتابعة بالقانون الجنائي لا تتناسب مع الأفعال اللي أنا متابع عليها وكان عدد كبير للناس في الحالة ديالي تسخير ديال القانون الجنائي وتسخير ديال القضاء في الانتقام من كل من يتحدث من كل من ينتقد ليس أظن أنها استراتيجية ترجعونها إلى سنوات الرصاص وهذا الشيء العكس ديال ما يدعيه ما تدعيه الدولة من أن المغرب بلد الحريات إلى آخره وبالتالي أظن أنه يجب ترسل لنا إشارة ديال الانفراج وديال إطلاق صراح جميع بدون استثناء كافة معتقلين الرأي وكافة معتقلين السياسيين لأن هذا الوضع يلا تطاق والاحتقان سياسي في المغرب ولا حقيقة وبالتالي يجب أن يكون هناك الفراج باعت مرفوضة طبعا لأن هذين ناس يعبروا على رأيهم بطريقة سليمية وهذا حق مكفول لهم لا يجب أن يكون متابعة أصلا لا بالقانون الجنائي ولا بالقانون الصحفة ولا بحتى قانون لأن حرية التعبير مضمونا من طرف دوستور المغربي ومضمونا من طرف معاهدة الدولية الإسناء المغرب إذن أصلا مخصوم شي تحاكمهم فعلا كنا نشاهدوا حملة مسعورة ضد كل مستعملي الفضاء الرقمي من أجل التعبير هذا كيدخل في إطار واحد أولا نحن في مرحلة الردة والتراجع على مستوى حقوق الإنسان وعلى مستوى المكسب الحقوقية شفناها في مجتوى صحافة وشفناها في مجال تنظيم وحرية تجمع السلمية وغيرها يعني الحصار والتضييق على كل المنتقدين كل المعارضين كل الناس اللي يختلفوا مع الدولة في سياسة ديالها اليوم أصبح هذا الفضاء الرقمي هو الهدف والمستهدف من طرف الدولة لأنه أصبح فضاء اللي تجعله الناس بعد هذا القمع اللي يحط بيهم في كل مكان اللي تجعله الفضاء الرقمي للتعبير عن غضبهم من هذه السياسات وهذه الأوضاع سواء سياسية أو الاقتصادية والجميعية وهذا الفضاء أصبح اليوم مستهدف لأن الدولة مقابلة تشي رأي آخر مقابلة تشي نقدة أشكال من أشكال ديال اللي كتوجه لها كيحملها المسؤولية على الأوضاع المتدهورة والإزمة الخانقة التي يعيشها الشعب المغربي في جميع المجالات كذلك هذا أسلوب التخويف والترهيب باش تشي واحد ما يتجرأ أنه ينتقد الدولة وخاصة ينتقد المسؤولين الحقيقيين على ما يقع في المغرب من كل المستوية ديال السلطة في المغرب وأسلوب ديال يعني تقمع البعض باش الأغلبية يخافوا يعني أسلوب الترهيب كذلك نشوفو استغلال فضيع للقضاء يعني القضاء أصبح وسيلة كتستعملها الدولة للزج بالأبرياء والزج بالنشطاء في السجون والقضاء يلعب بالدور تبييد هذه الانتهاكات التي تمرسها الدولة والقضاء اليوم يلعب نفس الأدوار التي لعبوا القضاء في سنوات الرصاص لما كانوا يرمى بالسياسيين والنقابيين في السجون بسبب انتماءتهم بسبب أفكارهم وقفة احتجاجية لهذا اليوم التي رأيتم الآن هي تندرج في إطار اليوم النظام الذي أقرته اللجنة الوطنية من أجل الصراح عمر راضي وكافة معتقلي رأي الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد الندوة الصحفية صباحا هذا اليوم التي سلطنا في الضوء على المعتقالين والتهم التي وجهت إليهم وعلى الخرق السافر للمقتضيات الوطنية والدولية خاصة المادة 25 من الدستور المغربي والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن لكافة المغاربة التعبير عن رأيهم بعيدا عن الكراهية وبعيدا عن العنف والعنصرية وهذا ما يحدث إذن نعرف بهذه الحالات التي تواثرت بشكل كبير خلال السنة 2019 وبداية 2020 ونؤكد رسالتنا اليوم للدولة بدل معاقبة المنتقدين والمعارضين الذين يشكلون ضمير الأمة ونبضها عليكم أن تتوجهوا للفاسدين ولناهب المال العام من أجل محاسبتهم ومعاقبتهم لأن هذه مهمتكم بالدرجة الأولى فبمحاربتكم للفساد ونهب المال العام تستطيع الأوضاع أن تتحسن وأن لا يتكرم قبل ما تخرجوا لا تنسوا أن تابنوا معنا في شينيوتيوب وبرجوا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي و لا تنسوا أن تقوموا في الجامعة